السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذي في السنة الأولى متبسطة وحتى أولياء التلميذ لو مشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا إن شاء الله اليوم نحلو نموذج ثاني أو الثالث هذا في اختبار اللغة الإنجليزية الفصل أول قلنا أبنائي لازم قبل نشوف الملخص اللي درناه مع بعض شامل لجميع دروسة على نحط تخلي في الاختبار وطبع إن شاء الله قد محلة اختبارات قد ما نجيب علامة ممتازة كالعادة نقرأ باللغة الإنجليزية نترجم إلى العربية ثم نبدأ الحل مع بعض إذن النص تعيق لي معتها مرحبا معتها اسمي تيمي وعمري عشر سنوات إذن أنا من إنكلترا وأعيش بتحديث في مدينة لندن معتها مع أفرات أسرتي معتها أمي اسمها نانسي وعمرها خمسة وثلاثين سنة معتها إنها أستاذة معتها بابا وسمو جاك والعمر التاعو سبعة وثلاثين سنة معتها إنه طبيب أسنن معتها أحبهم كثيرا معتها على جميع أفراد عائلتو يلا هلا هنا نشوفوا كيفش يهضرلي على معتها كيفش ينوض يرقد إلى غير ذلك وش يدير في اليوم بتاعو معتها يوميا I get up at 6.30 in the morning نوض على ستة ونص صباحا I watch my face brush my teeth and I have breakfast معتها نغسل وجي أسناني ونروح ناكل فاتور صباح I go to school by bus معتها يروح المدرسة بالباس at 7.30 a.m على سبعة ونص يديه الباس I finish school at 1.30 p.m معتها نكمل على الوحدة ونص I have lunch at 3.30 in the afternoon معتها ياكل وجبة الغداء تعو على ثلاثة I play football at 5.00 p.m معتها نروح نلعب في فوتبول على خمسة and I have dinner with my family at 7.00 p.m ونتعشة مع أفراد العائلة على السابعة I read a lovely story معتها نقرأ قصص رائعة and I go to bed at 9.00 p.m معتها ونروح إلى الباد تعلي هو السرير ولا نحن نرقض على التاسعة مثلا إذن هذا بالنسبة yours Timmy معتها صديقك Timmy إذن يلا قلنا هذا كامل وش يدير وش عنده عائلته إلى غير ذلك يلا نبدأ part one اللي دوما يهضرون reading comprehension معتها على النص إذن I read the text then I answer the questions معتها أقرأ النص ونتم بحذر ابناء ما نقرأ وش مرة وإنما نقرأ وها عدة مرات ومبعد نجيب على الأسئلة A Is Timmy English هل هو إنجليزي الأصل إذن شوفوا England عيشوا في إنكلترا إذن وش نقول Yes He is نعم إنه كذلك حداري أن يخلوا يس وحدها نفهم وإلا نقول Timmy is English نفس الشي يلا How many members are there in his family معتها شحن عنده في أفراد العائلة يلا نحسبو الأب الأم Jennifer and وش كون هديك Liz and بيانسور Timmy إذن وش نقول There are four members in Timmy's family معتها أربع أفراد العائلة نحبو زي ما خفنا أنه نغلط نقول and Timmy و Timmy معتها أربعة و Timmy هو الخامس يلا قال لي Does he go to school by car إذا يروح بالcar أسكو كينا كلمة car في النص إذن إذن يقول لي نروح by pass معتها بالبسط عن مدرس No he doesn't معتها لا إنه لا يفعل معتها ما يروحش بالسيارة السؤال اللي بعده قال لي read the text again معتها نقر النص التاعي مجددا ونشوف كل خطرة يعني الصورة وهو Timmy وش يدير فيها يلا أبناء هدي الصورة معتها واحدة وينوت يلا نشوف Timmy وقت قال لي معتها نحط على السادسة ونص أيام معتها صباح معتها العشية يلا هدو شو يدير أو يأكل الغداء إذن شوف وش قال لي معتها ناكل ولا نفطر على ثلاثة نفهم يعني هم مشي كما احنا يلا وقت يروح للمدرسة شوف اللي هنا الباس وقت هدلي على الباس ورايح المدرسة معتها يروح السبعة ونص صباحا وقت يش يلعب الفوتبول لأنها هنا قال لي إذا الحذاري يقدروا يقلبوننا مشي شر أنهم يبدوننا بالترتيب معتها نجاوب باستعمالي صحيح معتها خطأ يلا على حسب النص تيمي is not very large لأنه يقول لي باللي عائلة تيمي ليست كبيرة جدا إذن صح ما فيش 13 عباد وإنما فيها غير خمسة بتيمي هو الخامس إذن هذي true قال لي جينيفر is the second child in the family هل صح جينيفر هي تانية هذي true إذن كيف عرفنا ابنائي شوفوا تيمي في عمر عشر سنين جينيفر عمر ثم بعد لي زي صغيرة كيف ما قلو ما زو زي ف عمر ها 4 سنوات إذن صح second كيف ما قرناها في الوسم عاب ما يقول لكم شمعت الرطبة الثانية تيمي goes to bed at 9 pm هذي كذلك true يرقد على التسعة لحظوا أبنائي حذري إنه نغفل ولا نقول معنتها المرادفات والأطاد wake up هي get up ما فهم get up ولا wake up نفسها يستيقظ يستيقظ nice هي lovely إذن أبنائي طبعا نعودون لننص ونشوف أنا برك نوريكم المعنى تعالك الكلمات يلا nice ولا lovely في الزوج ما عندها حاجة مليحة nice شابة يلا dislike يكره عكسوها love ولا معندي love ندير like ما فهم يلا start هي بدأ عكسها finish يعني ينهي المدرسة تعو في كذا وكذا خلاص هنا كملنا كامل أسئلة الناس نروح الميستري of language اللي هي هضروا لي على المنخص اللي شفنا إذن بالنسبة للسؤال الأول كما قرنا أبنائي البرزن سيمبل يلا قلنا to be to have نحفظها الأفعال الأخرين نحيلهم غير to إلا she it وش شنقول مع أميرا معنتها she هي وش نقول is إذن أميرا تكون النورس معنتها ممرضة she هي كيف شنقول تملك she has حدارين نكتبوها breakfast early then معنتها تاكل فطور صباح تح بكري then she كيف شنقول go معا she نفسها معنتها أنا هضروع عليها هي goes معنتها قلنا كيف يخلاص بلؤ نزيدول to the hospital معنتها مورها مورما تاكل فطور صباح تروح إلى العمل تح يونس كيف شنقول love إذن نقول loves إذن يونس هو إذن وش قلنا he نفس الشي نزيدول us his school very much يحب المدرسة تعه كثيرا in weekends في الweekend كيف شنقول help نزيدول نفس الشي مدام he helps his father in the garden يساعد الأب تعه في الحديقة he plays نفس الشي tennis with her friend وكذلك يلعب التينس مع صديقه إذن يلا هذي بالنسبة قلنا لا كون شوك يلا كل وحدة الآن much يلا نشوف هنا عندي السبعة تعالعشية عندي ثلاثة وخمسة وربعين دقيقة السادسة وعشر دقائق ثانية ونصف إذن يلا كيفش كل وحدة كيفش نعيد لها باللغة الإنجليزية و للساعة يعني كيفش نكتبوها بالأرقان يلا نحصي حالي نصح لكم أبنائي نبدو بالسهل يلا نعرفوها باللي بيل إذن سبعة بيل معتها تعالعشية يلا وش أعلمتكم تاني الهلف معتها النص يلا نشوف وش كون هي النص هاي معتها الزوج ونص طبعا هما يبدوا بنص ومبعد يلا بالنسبة اللي شوفوا سيكس وتن إذن ولا هي سيكس وتن هاي منقدر حتى ما نحفش ساعة معنتها راهي السادسة وعشر دقائق أما بالنسبة الغير كيفاش نقولها معنتها راهي ربعة غير ربعة هذه و وهذه غير يلا بالنسبة كذلك للنطق كما شفناه كذلك في الملخص قلنا سواء نحفظ هذي القاعدة تعال النطق ولا الأستاذ جانطقها لي نعرف يلا watches watches لعنطق ease معنتها طولتها does 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 إذن تقط غير z has نفس الشي أما gets إذن تقط as الوضعية الإدماجية تقول لي تيمي حبي يعرف عليك إذن نفس الشي عاود كتب له كما كتب هو بالنسبة name age father's name and job mother's name and job معنتها الاسم لأم تاعك شحال عندك كما هو سواء إذن شحال عندك brother sister وعندك daily activities إذن الحيلة تعاكم أبنائي إنكم تعاودوا تولون النص وأغيروا ما يجب وتغيره إذن نغير الاسم نغير مثلا العمر إذا مش كيف كيف البلد ندير ألجيريا الولاية مثلا عنابة أورن الجيرز العاصمة معتها إلى غير ذلك إذن الاسم تاع الأم التاعي وعمرها يتبدل كذلك الخدمة إذا حبيتوا تبدلها حبيتوا تخلوها نفس الشي الاسم تاع الأبي يتبدل وعمر تتاعد وكذلك الخدمة تحبي تخلوها ولا بدلوها إذن شحال عندي من أخ وأخت وهدي نفسها I love بالنسبة كذلك الدايلي اكتيفتي أبنائي تحبوا أنكم مثلا تقولوا لغير باللي I get up at وبدلوها مثلا تنضنتوا مع الستة إذن كتبوا zero zero in the morning نفس الشي نغسلو وفمنا إلى غير ذلك I watch my face brush my teeth and have breakfast معتها ونأكل هنا أقول I go to school مكلة هنقول بس at مثلا قولوا seven I am معتها مثلا نقل على السبعة ولا نقل على السبعة وخمسة واربعين إلى غير ذلك I finish school معتها أنهي كا على المدرسة تعي أنتم على ثلاثة ونكتب على ثري بي أم معتها على العشية ما كلا نقول وقتش نفضر وقتش إلى غير ذلك نقول برك باللي I have dinner with my family معتها 12 شمعة العائلة تعي مثلا على تسعة ولا على تمانية إلى غير ذلك I go bed to nine صح وش حقه صدقوني أبنائي تدعو علامات ممتازة طبعا في الوضعية الإدماجية وكلش إذن هذا كان بالنسبة للموذج ثالث لاختبار لغة إنجليزية للفصل الأول للسنة الأولى متوسط أي تلميذ ولا تلميذ عنده سؤال لا استفسار خليوا لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة أبنائي بالتوفيق إن شاء الله